وعندما يقول الفصل بين الدعوي والسياسي معنى ذلك أن الحزب سيبقى ذو ملامح سياسية يقتصر نشاطه على الطابع السياسي ويعد برنامج اقتصادي مؤهل للحكم وغيرها أو يمارس المعارضة ولا يقوم بوظائف ترتبط بالدين بشكل مباشر مثل الدعوة وبالتالي الجناح الدعوي وهو فيه سقور مثلا سيتفرغ للعمل الدعوي لكن المشروع السياسي الذي يحمله الحزب لم يقل أنه سيتخلى عن مرجعيته الدينية لم يقل هذا قال بعبارة وكأن الحزب سيصبح هيئتان أو هيكلان حزب سياسي وحزب وجماعة أخرى دخل هل هذا منطق على الأرض الواقع؟ هل هذا منطق؟ هل سيقبله التوانسة؟ سنختبر ذلك في الواقع كمراقبين لماذا؟ لأن حزب العدالة والتنمية المغربي أقدم على مثل هذه الخطوة قبل خمس سنوات قبل أن يدخلوا الحكم أسس جمعية اسمها جمعية الدعوة والتوحيد والإصلاح وهي تقوم بممارسة الدعوة ولم يفصل ذلك الحزب عن الإطار الديني وبقي حزب العدالة والتنمية في المغرب يمارس المسألة الدينية هنا لماذا أقول أنه من الصعب فصل المشروع السياسي لحزب النهضة عن الإطار الديني لأنه لم يبرز بعد لا في فكر النهضة ولا في فكر الحركات الإسلامية التي قريبة منه أو حتى لديها مسافة سواء الإخوة المسلمين أو الحركات الأخرى ما يجعلنا نقول أن أحزاب الإسلام السياسي في العالم العربي أحدثت قطيعة بين الدين والسياسة لأن هذا مرتبط بإصلاح الدين نفسه وهذه العملية لم تتم لحد الآن في المجال العربي في مجال الثقافة العربية الإسلامية على غرار ما حدث قبل خمسة قرون في الفكر المسيحي عندما قام مارتن لوثر في ألمانيا قبل خمسة قرون وأحدث الثورة في الفكر الديني هذا لم يحصل في العالم الإسلامي ولذلك ما زالت دينه كثير الالتساق بالمسألة السياسية ولذلك أعتقد أنه نعم هناك الحزب قطع خطوة براجماتية لكنه لم يقطع نهائيا مع المسألة الدينية